سبسكشن التامن. لسه نتكلم عن كاميرا سبيكس. في المحضر ده نتكلم على الكاميرا او انواع الكاميرات. مخصوص انواع الكاميرات. اه في بعض الانواع هي انواع قاسية. يعني كاميرات قاسية بنستخدمها طول الوقت. اه ممكن تختلف اشكالها زي ما نشوف دلوقتي. وفيه كاميرات تانية بيسموها او كاميرات لاستخدام الخاص او اللي هي استخدامات معينة او استخدامات مخصصة. اه خلينا مسلا نشوف اول نوع من الكاميرات اللي احنا نستدمها. هو كاميرا. كاميرا زي ما انتش شايف كده. اه كاميرا بتوغض شكل رصاصة. يعني شكل كده ايه زي ما انتشايف. بغض النظر عن المصنع او 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 حتى يعني مش تلازم لو شكل او لا اكون زي ما انتش شايف كده يكون او اخد ايه شكل او مربع. بس هو الشيب ده الشكل ده يسمو كاميرا. الكاميرا دي طبعا ايه لها مميزات. يعني اول ميزة مسلا بيقول لك يعني الكاميرا دايما متاحة دايما كاميرا كبيرة وشكلها كاملة مرقبة. يعني كل الناس في الدنيا كلها عارف ان دي كاملة مرقبة. اه فهي تشتغل قرادة يعني كمعنى على عملات الصوت او عملات السرقة او عملات خروج عن القانون عموما. اه تخيل مسلا حد داخل مكان ويعمل حالة غلط وشاف كاميرا. طبيعا ان هو عارف ان هو هيتسجل وهيتشاف فبايه? ما بعملش السلوك الغلط ده. اه فهو ده ايه يعني يعني تعمل كرادة. شكل الكاميرا نفسه يعتبر رادة لعملية الصوت او عملية السرقة او عملية خروج عن القانون. اه تاني حاجة يعني بتصمد او الكزاري يعني او كده. اه وطبعا ايه يعني في بيئات صعبة. يعني مثلا كاملة تحط لقوي الدور هي بتستحمل التراوب باستحمل كاملة كله. طبعا ايه ترجع او هنتكلم عنه بس ايه? الشكل لنافسه اا يعني ازاقير و ديناميكس بيبليم ميزات. طبعا ما بيعوش عليه بسهولة حاجات زي كده. اا يعني الشكل الاصطوانة ده. الشكل الاصطوانة ده. والكابل انت شايفو ده? اخد بالك. الكاب ده بيعمل ايه بقى? بيشتغل اجنس المطرة والكاملة. المطرة بتنزل. مفيش مكان المطرة تقعد فيه. فهو ده. صعب ان المية توقف توقف عليها فهمني? اا فدي كده بولي الكاميرا ده اول نوع من الكاميرات. طيب اا اا العدسات دي تفرق في حاجة يعني بولي الكاميرا تفرق حاجة عن اي نوع تاني لما بتفرقش. يعني هنا ما تكون البولي الكاميرا دي واللينس ده يعني عدسة ثابتة. بتشوف رؤية معينة ومحددة. مقم الكاميرا دي يكون ده فوقل. نقدر ان نتحكم في العدسة تاعد الكاميرا دي من مسلا اا تو باينتو مليمتر. نشوف مسافة بعيدة قوي. بس بس كدر دايق او كدر صغير. تمام? فالعادة السبب ملايش حلوكة قوي بنوع الكاميرا تمام? دي نقطة ايه? يعني واجب ذكرها زي ما بقوله. طيب. النوع اللي بعضه اسمه كاميرا. زي ما انت شايف كده. كاميرا واضح شكل الدوم. تمام? هو الشكل دي ايه اسمه دوم. تمام? بغض النازع عنه مصنع بقى اسواء ابل جون بوش اا اكسيز. اا دول تلاتة ما مصنعين الكبار يعني. اا بس خد بركل. الشكل ايه? الشكل دوم. اا مميزات الكاميرا دي بين فتاعتها. اا يعني سهل جدا تركبها. يعني الكاميرا دي مناسبة جدا انها تركب اندور او اوت دور. طيب ايه اللي بيخليها اندور او اوت دور? يعني حجم الحماية بتاعها او معدل الحماية بتاعها. طيب. اا يعني ضد الصدمات او ضد الخبطات على الايه? على الازاز بقى الكاميرا ده. الصهار ده تنترفير وزا الكاميرا. يعني صعب جدا ايه? انك تصير الكاميرا دي عشان دايما دوم دي تبقى ايه? تبقى اا اخد بقى المصنعين هما اللي بيصنعوا الازاز ده او البي في سي ده او البلاسك ده انه يكون بردو خد بقى لك حاجة مهمة. الشكل القروي ده الشكل القروي بتاع الكاميرا ده بيوزع الصدمات. يعني لو كان ده مربع فما مثلا تخبطت من مكان مسلا ده هيعمل تركيز للخبطة. بسرعة بسرعة هتخرج من ال لحد و تلاقي الدومة قصرة. لكن الشكل القروي ده بيعمل توزيع للخبطة. يعني ده شوية برضو اللي علاقة ايه بالاا يعني شوية اللي علاقة ايه بالميتيريال والشكل الميتيريال دي. او الشكل المشكلة بالميتيريال دي. تمام كده? طيب اه الروتيشن ده. الروتيشن هو تلتمين وستين ده. الكاميرا. اه يساعدك انك تكافر كل اللي كل اللي تجات. يعني احطت كاميرا في نص السقف. اقدر خلك يبص النحية دي النحية دي النحية دي. معي تلتمين وستين درجة ايه? اتحرك فيه. فدي كده النوع التاني هو تدون كاميرا. تالت نوع كاميرا. او زي ما بنعرفها ايه الكاميرا متحركة. يعني ايه? آآ وترمز والله للتلت والزلت للزوم. بالتلت ان زوم كاميرا. هي اسمعها كده. يعني ايه بان تلت ان زوم? بص الحركات اللي يتم تعملها الكاميرا دي. يعني لحركات خام التمنizer مشي فيها لو ايمين وشمال والتاح الز Tseng. فهو الفو تاختصار ايه? اختصار لوصف الكاميرا يعني الكاميرا تعمل ايه؟ بتتحرك الـ آآ فما جينا نوصف الكاميرا دي سميناها thirst. زي. طعم? فوق ده مسمى الكاميرا جي من هنا. اه مميزاتها ايه? انها فيها طبعا اوبتيكال زوم. اه الكمال دي بتقدر تشوف اه يعني تقدر تفوكس اه او بقرب شديد يعني على الاكسام. اه الكمال دي بتنزل مسلا بانشر اكس او اربعة وعشرين اكس اتنين وتلاتين اكس وساعات اكتر من كيف كتير يعني. اه الاكس دي معناه ايه? يعني معناه معناه اتنين اتنين اكس. معناه ان انت ربما بتعرف الصورة قدامك لما تتكبرها مرة فانت عملت لها مرة تكبير اكس. لما تتكبرها مرتين انت كاي كبرتها بكيمة اتنين اكس وهكذا. فتخيل الكاميرا دي بتاعها بيقدر يكبر الصور لحد اتنين وتلاتين اكس. فالكادر اللي قدامك ده انت بشوف على الشاشة بتقدر تزوم عليه اتنين وتلاتين مرة. اه اربعة وخمسين مرة اتنين وستين مرة. اه فهو ده ايه دي اسمها ايه دي اسمها اوبتيكال زوم. دي بتبقى قوي جدا في الكاميرات البيت زي. اه فبتقدر يعني يعني بقرب شديد يعني تقدر ايه تفوكس على الاجسام معينة او اشخاص معينة. وطبعا تاني ميزة اللي هي اصلا جاي من اسمها يعني الحركة بتاعتبان والتالت بتاعت الكاميرا دي. اه بتقدم لك تلتمية وستين درجة اه من الرؤية يعني من الرؤية المتاحة. ما انت تدخيل العزة انت عايز تشوف الناحية دي. بها تلف العزة كده. تشوف الناحية دي تلف العزة كده. معاك هنا انا مية وتمانين يمين مية وتمانين الشمال تلتمية وستين درجة كاملة. تحت وفوق برضو ايه ما بين مية وتمانين درجة. مش مش تلتمية وستين طبعا من تحت الفوق. مية وتمانين درجة. فالبنتر تنزوم ده بيديك واسع جدا. تقدر تشوف ايه? اه اكتب المكان في عشكاة بيسموها كاميرا المناورة. يعني كاميرا تبيتزي في في العموم بيسمى كميات المنورة. اه ايه تاني? الريزوليوشن اللي بيطلع من الصورة دي طبعا اه ناتج لقوة التكبير تاعت الصورة وقوة آآ بيوقاها جدا يا فاهم حتى كده ايه بيستداموه في الشر زي كشف وجوه الاشخاص وحاجات زي كده. فدي برضو ميزة تالتة. اه الميزة الربعة ماشي؟ يعني الناس اللي قادر بترايب الوضع الامني. آآ بيحبوا جدا الكاملات اللي بيديز ياخد بالك. يعني دايما بكل السيادة اللي هو ما بيشتغل في انظمة الامنية. او اللي بيدير الانظمة الامنية. دايما بيسألك على كاملات المنورة. آآ اعتار كافين هشوف بها ايه هتحركها ازاي. آآ وكاملات دي بتمميزة بيليها الجويستيك فبتبقى أسر شوية في اللي استخدمة عن الكاملات العادية. آآ بتدي الراجل آآ بتدي له احساس بالقوة. انه مساوطر على الاماكن. يعني مسلا عايز يروح هناك مسلا نشوف حاجة فبيفوكس بالكاميرا او يزوم بالكاميرا يشوف الحاجة دي. فهي الحقيقة هي كاميرا يعني كاميرا وبتدي فعلا مميزات ايه كويسة للسيكورتي بروفاشنالز. لكن برضو ديها عيوب. آآ في النهاية الكاميرات آآ منورة. مش كاميرات مش كاميرات تسجيل. لك مسلا تخيل انت بواصس آآ في اقصى اليمين. بتفوكس مسلا على حاجة هناك. او حصل مشكلة في اقصى اليسار. انت رحية مسجلتاش بالكاميرا ايه? نازم عشان تشوف ها ترجع تاني تبص هناك. في التوقيت ده الكاميرا سجلت اللي ايه شايفها بس في اقصى اليمين. تمام? فالبيتزي هي كاميرات منورة مش كامير تسجيل. بس بعض برضو حلوا مشكلة ايه? يعني فيه بنتزلوا الكاميرا ببيتزي. آآ بيفيها يعني فيه لنز تلتمائة وستين. اللي هم بيسموه آآ بانوراميك آآ كاميرا او بانوراميك لنز. ده اللي هنتكلم عنه على الصلاة اللي جاي على طول. آآ زائد اللنز اصلا بتاع الكاميرا بتزيل. هو بيعمل بان انت تالتا نزوم. فالفكرة في ايه بقى? بانت مسلا بتشايف الرؤية كاملة شاملة وبتصورها وفي نفس وقت تقدر تفوكس على حاجة معينة. بفيديو تاني او بكاميرا تانية او بشكل تاني. آآ هنشوفها دي برضا يعني هنشوف لايب فيديو وبنشرح الفكرة دي. طيب انه اللي كتسب كلمك عليه البانوراميك كاميرا. تعم? آآ وخد داك بيسمها برضا ساعة بيسمها كاميرا. او يعني كل دي اسامي لبانوراميك كاميرا. تعم? بص آآ دي ده شكل الكاميرا بانوراميك. انا هصفها لك او اشرحها لك ايه بالامثلة. بغض النظر عن المصنع بتاعها سواء سامسونج بانا سونيك دهوة وطيفر. وهنا عايز اناوها النقطة مهم قوي. آآ الكورس ده مش او مش يعني احنا مش بنوجهك لبرانده معين. او آآ من بنشك في براند عن التاني او كده. لأ ابدا. الكورس بتاعنا على الحياة تماما. آآ ولو زكرنا او اتنين او تلاتة فده مسلا عاش خاطر ايه? البيزنس تاع الكورسي عايز كده يعني ايه. بيجواس ان نتكلم عن مسلا آآ وقال ليكم مثال مثلا. دي دي خاصة بس. فطبيعي اقول لك ان الكاميرا ده وما شطار في موضوع ده وما يعملوا كوداك للصورة بشكل معين او بشكل ما بيقل وبلا بلا بلا. آآ فدي ميزة بتاعت اكسز. برضو ببوش عندها ميزة تانية خاصة بها. آآ عندها ميزة ده وعندها ميزة سامسوك عندها ميزة وهلوم مجرة. فبالتالي آآ ده مش آآ مش براند كورس او برياند او برايند كورس. فزكرنا للبراندات ملوش اي معنى غير انك بس ايه بتتعرف عبراند زي ما جدا في السوق. وبتعرف ميزات بعضها وعيوب بعضها. لكن في النهاية اختيار او آآ عيوبها ميزات الحاجة بترجع لك انت بترجع للشاري بترجع للحجم المشروع بترجع لنوع البزنس. آآ فارجوا عن الكورس بتاعنا. فده بيقى شكل الكاميرا في العموم زي ما انت شايف كده بيقى اللينس بتاعها غريب شوية. والدوم بتاع الكاميرا بيقى منزر غريب شوية. آآ بص بقى الصور اللي انت بتخدها من الكاميرات البانرامي. بتبقى عاملة ازاي بقى? انا مسلا المسال. آآ اللي انت شايف قدامك ده ده ميتنج روم. ورقبة في السقف فوق بالزبط ما كان في نص السقف بالزبط. رقبة بانرامي الكاميرا. فشايف اللي بتاع. نال بيقى اللي بتشوف بانرامي الكاميرا. طيب اصدنا في ايه بقى? ديها كتير جدا. يعني زي اي اول واحد انت شايفه ميتنج روم. مسلا تاني مسلا ده عبارة عن آآ يعني زي ما انت شايفت مكاتب للموظفين. وده كل سنتر بالمناسبة. آآ والكاميرا بانراميك رقبة فوق ايه? وشايف ايه كل المكاتب. فده تاني يعني ميتنج روم اموما صح? طيب. ده شكل تاني او صورة تانية مستورة من كاميرا بانراميك رقبة في مغزم. زي ما نشايف بص جايبها المغزم بالكامل انها رقبة بالسقف. طيب مثال تاني. آآ دي حضانة اطفال. وبرضو الكاميرا رقبة في السقف فوق في نص السقف وشايفة الحضانة بالكامل. فده ايه بعض الامثلة او بعض الصور اللي مستورة من كاميراة بانراميك. آآ يبريك بس الصدماتها والرؤية المتوقعة من انت هشوف منها ايه? فعيبت بالكاميرا عادية جدا بس اللينس بتاعها مصممة مترامة معينة بحيس نوع ايه يشوف بالرؤية انشايفة دي. ساعة بتشوف مئة وتمين درجة وساعة بتشوف تلتونية وسيتان درجة. اه محطة البنزين. آآ فوق الكاشير. اي حاجة عايزة منها من فوق. يعني بتشوف لها بتبصيها من نظرة فانسب كاميرا هي بانراميك كاميرا. طيب بعد كده ايه ان بي ار كاميرا. آآ دي الكاميرات اللي بصالنا في الترافيك. فاكرا مش قلنا نتكلم عن سبيت كاميرا. هي دي سبيت كاميرا. آآ معناه ايه بقى? اوتوماتيك اللي ايه? اخصار كيمة اوتوماتيك. نامبر بلايت ريجوجنيشن. يعني الكاشف الاوتوماتيك عن ايه رقع ارقام السيارات. اوتوماتيك نامبر بلايت. نامبر بلايت عن رقم السيارة. آآ يعني الكاشف. فالكاميرا دي مهمتها الوحيدة انها تكشف عن ارقام السيارات. آآ طبعا كمان دي بتاعت موجودة في مصر كتير يعني معظم بتمشي بتمشي في اماكنة زي المحور والدائري. بتلاقي جانتري وراكب عليها كاميرا ازاي كده. الفكرة البساطة الكاميرات دي هي كاميرا عادية برضو. آآ لكن لكن اللينس بتاعها عبيباس بيشل شوية. آآ وبتصور بفريمريت عالي جدا. يعني بتاعها سريع قوي. بحس طرقة لو عربية ماشي قدامها بسرعة آآ ما ينفعش ما ينفعش كن فيها تقاطيها. هي لازم مسلا حركة عربية عشان تقدر تحديد سرعاتها. آآ عفوا فتقدر تعرف هي ماشية بسرعة دي بالزبط. آآ بيديها بسرعة عربية بمناسبة. يعني ده اللي بيحصل في موضوع الصراعات. يعني كبان دي تكشف صراعات بالطريقة دي. عكس الرادار يعني. آآ وطبعا زي ما انا شايف دي اسمها دي مهمتها ان ايه تدي فلاش جامد جدا لشان يحصل على نمرة العربية بتاعتك. فبالتالي الكاميرا تاخد صورة اوضح واضق لنمرة العربية. آآ بعض الاحيان بيتم عالكاميرا يعني دي او الخاصية دي. بيتم على الكاميرا في بعض الاحيان. وبعض الاحيان بتتم على السيرفرات او عالكمبيوترات. وده اضق واحسن بمناسبة. يعني دايما ما يكون عندك سيستم مثلا بتاع ال بي ار. او او اي اين بي ار. اوتوماتيك نوم بيت روجونيشن. هم يدين نفس المعنى. يعني سعب يسمى كده ال بي ار وسعب يسمى اي اين بي ار. فلو انت عندك سيستم ليكشف نمرة العربيات ومتابعتها. وده مكتوب اوبشن. هتستخدم حاجة اسمها يعني الكاميرا نفسها هي اللي بتقوم بالدور ده. يا اما تستدم سيرفر خارجي وسوفتوير خارجي يقوم بالدور ده. الانسب ايه والاحسن ايه? اه بتبقى حسب البزنس. طبعا دي مش مش وحشها نكحة لكن بصراحة في مصر او في بلاد العربية ما بتقاش انجح حاجة. يعني دايما او الطريقة اللي بتغير بها نمر العربيات. المصنع الاجنبي بيصممها عن نمر الاوروبي عن نمر الامريكاني. اه الحروف العربية بتاعتنا بتبقى صعبة شوية على الكاميرات دي. فبالتالي بعض العرب والشركات المصرية والشركات العربية. بتتدي تشتغل على خاص بيها. بتاخد تاعت الكاميرات. وتبتدي ايه? بتاخد قراءة الصورة من الكاميرا. والسوفتوير يحل الصورة ويقدر يقرأ منها ارقام العربية. يحولها من صورة لتكست. ما كده تحط البتابيز عشان يبتدي استدمها في حاجة تانية. اه وعلى فكرة ده جزء من الانتجريشن بورد. يعني انا شرحت روك ده انتجريشن. اه واحنا ماشيين في الاخرى هنعرف بقى ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه وحاجات دي نعرفها في الاخر. بس انا كده متهايلي اروية وصلتك. يعني انت فهمت الفكرة. تمام? طيب. بعد كده بقى ايه? خد بقى لك احنا ايه البوليت كاميرا والدوم كاميرا والبيتيزي كاميرا هي دي انواع الاسسية. دي اللي دايما موجودة ودايما هتشوفها في كل المشاريع. ودي اللي نستدمها في تمام? الكاميرات التانية او الكاميرا وكل اللي نتكلم عليه بعد كده. هي دي بقى يعني هي اغراض معينة. يعني مش مش طبيعة لقى مسلا في اي مكان لأ دي بتحط في اماكن معينة. يعني مسلا كاميرا زي هيبارة عن كاميرا. بس بتكشف الصورة حراريا ما بيش فاش صورة عادية. يعني الشكل اللي قدامك ده هو محاول كهرباء. والصورة اللي انت شايفة دي. دي الصورة اللي مستورة بكاميرا عادية. طب لو صورنا نفس الصورة بكاميرا سلمل هنشوف ايه بقى? هشوف المنزر ده. انت انا كان اليوم كان تعرف ان انا ايه في لكن الكاميرا السلمل ايه بنيت لك ان فيه اوفرهيت. فانفى ميكان الكاميرا السلمل دي بتستدم دايما في الاقراض الصناعية. يعني اصلا صنعوها عشان تستدم في الاقراض الصناعية. وكان لها وردو هدف اساسي انها تساعد في الكشف المبكر عن الحرية. يعني مسلا انت لو متراقب ده بكاميرا عادية يقول نيفر نو. عمرك ما تعرف ان هنا في اوفرهيت ممكن يسبب ايه او انفجار او حريقة او كده. لكن هنا لو انت خدت صورت بكاميرا حرية انت طول وقت عامل هنا ايه عندك واضح وصريح. مؤشر وواضح ان هنا في اوفرهيت في درجة حرية عالية هتسبب بقى هتسبب ايه لكن بدون علمك للمعلومة دي مش تاخد ممكن تحصل الكارس هنا. في اصلا كانت معمولة من بداية خالص عشان خاطر ايه يعني البيئات الصناعية. دي مسلا ايه صورة تانية برضو الاندستري كاميرا زي ما انت شايف دي بايه اسلاك كهربا. دي صورة عادية زي ما انت شايفها. معني صورة بعدش بس دي صورة 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 عادية وهنا دي الصورة ايه وانت صورة بص درجة الحرية مبينة ازاي. لما كان في اوفرهيت بتاعم هنا وزي ما انت شايف يعني الكاميرا بتاديك من كامل كامل انت عندك اوفرهيت وهكزا. طيب جديد بقى. كلنا عارفينه يعني بخصوص ايه ده حديث العهد شوية على موضوع الكاميرات. ده ما انت شايف الصورة يوم اتنين مارس سنة عشرين عاشتين. والكاميرا جايب ايه افراد معدين الناس معدية وفي ايها درجة الحرية كل واحد. متاقل انت كده فهمت الفكرة. ايه يفكر في افكاري ايه يشوف ايه درجة حرارة. طبعا ايه وباء جديد والناس جهلة بيه فكان اول الناس بيستخدمه عشان شوفه هل الشخص ده او لا او مصاب او لا. كان درجة حرارة. والله لو انت بتعاني من الحمى وهنا في احتمال كبير جدا من لسبة التسعة وتسعين في المية انك تكون مريض بالكوفر نينتين. ان هو الاحتمال الوارد احنا جوه وباء. فالناس ابتادوا يستخدموا السيرما الكاميراس عشان خاطر ايه يعرفوا درجة حرارة الناس لدخل المؤسسات او منشأات بتاعتهم. طيب اه الحقيقة يعني الاستخدام البداي بتاعها ما كانش يعني الكاميرات دي معمولة اغراض صناعية. الترمومتر الصناعي مختلف تماما عن السيرمومتر الطبي. ده ليه معينة ومعامله بتراية معينة عشان يناسب الانسان اه والصناعي اه بيقص بتراية معينة وليه معين عشان يناسب الناس صناعية. فاستخدم السيرما الكاميرا العادية للغرض ده لأ ما كانش صح. في مناس كتير استخدمته ده في البداية. لحد بعد كده ما الشركات بتاع بتادي بقى ايه تطور كاميرات مخصوص بااا مهميتها بس تعمل استعمل يعني تكشف تعمل صورة حراية الافراض. اه والكاميرات دي برضو في الانتجريشن هوريك ما هوريك استخدموها ازاي. يعني انت الوقت بتخش المبنى ما بتحتاجش فرد امن يكشف على درجة حرارتك لأ. انت بتيجي وتقف قدام الميتل ديتكتور اللي انت بتعدي منه عشان تكشف معاك معاك معايا ولا لأ هي نفسها بتقيس درجة حرارتك. فهتزمر في الحالتين بقى لو في معاك سلاح او بالكوف ميتل يعني جزء معايا كتيرة. او درجة حرارتك اعلى من الطبيعة. تعم? مؤخرا زي ما لسه اقيل لك المطورين او المصنعين بتاع كاميرات المرائبة ابتدوا ايه يطوروا في الكاميرات السيرما اللي بحيثني يتناسب الاغراض الجديدة اللي بتزرع علينا. اا اخر من نوع كلمك عنه وفي الكاميرات المرائبة هو الكاميرات الاتيكس. اا ااتيكس كاميرا يعني الكاميرات دي مضادة للانتفجرات بيسموها اا او كاميرات مضادة للانتفجرات. زي ما انت شايف تبقى مصنع من ستيل بمعيار معين. ويليها شكله معين دايما. اا بيفاهم مسلا ان حاجة اسمها عشان نمسح الكاميرا ان التمادي بتتحط في بيئة محدش بيوصلها بالسهولة. ودايما متستعد مع الفكرة في او الاتمسفير بتاع البيئات اللي فيها او معرضا للانتفجرات. فاللوجو ان شايفوا ده? ده اللوجو بتاع الاتكس. اا الاتكس ده يعني كود كامل اللي هي لقاء بالموضوع يعني موضوع الانتفجرات وتسيب الغاز والحاجات دي. والاتكس مش بس في الكاميرات يعني عارف انت والمحابس والصوامي الحاجات دي حتى بتاخد تقييم من ان هي بتستند مسلا البيئات معينة من الغاز. وزي ما انت شايف فيه فيه مصنعين كتير بيصنعوا على كاميرات دي. ان هايك فيجن بيصنعها طبعا هانيويل. آآ الكاميرا دي اكسس بالمناسبة وبالكوكا بتعمل كاميرات زي كده وبوش تقريبا بتعمل كاميرات زي كده. ففيه مصنعين كتير اشتغلين في المجال بتاع ده. آآ بس خد بس يعني دي معلومة كالهامش. هل فيه فرق ما بين كاميرا والآتكس كاميرا? هو فيه فرق الحقيقة. دي كاميرات بتصمد ضد الانتفجارات. يعني لو حصل الانتفجار في الكاميرا الكاميرا تبدل شغالة وهتصور الانتفجار وما بعد الانتفجار. تعم? اما بالذات يعني اللي بميز بقى ان يكون الكاميرا وغدا او تابعة لكوب بتاع ان الكاميرا بتابعة محكمة الغلق لدرجة ان الغاز ما يتصربش جوه الكاميرا فيحصل مسلا شارز جوه الكاميرا لأي سبب ما. فكون الكاميرا سجز او السبب من الانفجار. تعم? خلاص معروف. لو بقى فكده زودت عليه فيه تشعر ان هو آآ بقى محكم الغلق يعني بص هنا بفيه الجوانات الداخلية وهي النافق وانمتل نفسه بيمعمول ايه? يعني معمول الاخراطة بمعايرات قليلا جدنا جدنا محس الحالة كلها تفت. ما يحصلش اصلا تسريب الغاز. تخيل لما الغاز ما يخشش اساسا جوه. تعم? زي ما شايف هو بروحش محطة ايه بتاني موجودة في مكان. محطش در يطلع من امسح الكاميرا او حاجة. آآ فدي اخر نوع كلمك عنه. آآ واحنا ماشيين بقى ما يجي نتكلم في الانتجريشن لو حتاجنا يعني كاميرات معينة هنتكلم عنها. فيه اختارات يعني مسلا مسا عامل الكاميرا باربعة لينس. او باعكد فيه مصنعين تانية عاملوها. زي ما بتستقل لك ان فيه كاميرا بيت يزيب باتنين لينس 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 فكسيت عشان يحل مشكلة ان منكم نسميها مسلا الفيتشارز بتاعت كل فيندور يعني كل مصنع عن التاني ليه مميزات عن التاني بيحاول ينافس او يكمبيت باتارية معينة. آآ لو احتاجناها بقى ايه او لو مرض علينا في الانتجريشن هنبتدي ايه نتكلم عنها. فدي كانت محاضرة النهاردة بخصوص عنواع الكاميرات. شكرا.